نحن في موضوع الحلقة الاضطرابات الشخصية والنفسية والسؤال الذي أريد أن أسأله أولاً ليه؟ لماذا توجد اضطرابات عند الناس؟ وإذا أوجه السؤال بشكل تاني ما الفرق بين الاضطراب؟ لأنه ذكرت الشخصي والنفسي والعقلي أيها نحن خاصة أخ نزار بمجتمعنا العربي هناك تعتيم على الموضوع وكأنه عار أو عيب أحياناً لما في عائلة فيها شخص يعاني مشاكل أو اضطرابات عقلية أو نفسية مرضية خاصة بيخبوه بينكروا بيسفروه ولكن مثل اللي عم يتخبى بخيال إصبع وما فيك تتخبى كلنا نعاني بأشكال معينة بشكل مرضي أو بشكل سطحي بسيط وهناك بعض الفرق يصعب اختصاره لأنه نحن ندخل العالم كبير جداً جداً ومع الاكتشافات والتقدم لا تزال العلوم النفسية فيه يعني التطور إذا ما قد يقول بداياتها هناك أمراض عقلية شخص مريض عقلياً ومش عيب مش عيب يمكن لشخص مريض عقلياً إذا تعالج صح عن الطبيب وتعالج نفسياً صح وروحياً صح معلش إيش تقصد لما تقول مريض عقلياً؟ يعني هناك خلل في عقله في تفكيره في الكيميائيات حاجة جسد يعني في حاجة في قد تكون بالورتي جناتك بالجينات تبعه مثل ما مرض القلب مناخده من أهلنا بتقول في عائلتنا هناك مرض قلب في عائلتنا هناك مرض مثلاً للسرطان خاصاً سرطان البروستيت فبيصير بقول لك طي أبوك عمك فلازم أنت تفحص أكثر من غيرك لأنك معرض تاخدها حتى لون بشرتنا حتى هر الشعر تبعنا نأخذ من أهلنا بالجينات ومنها الأمراض العقلية وهناك العديد من الأمراض العقلية بأشكال مختلفة لكن التعتيم والتخبي والإنكار أنا ما بني شيء ابني ما بني شيء زوجي زوجتي ما بني شيء يعني هاي مثل وحنا بقول لماذا لا نخجل إذا كان عندنا مرض السكري ومرض الضغط ومرض الكوليسترول أو غيره أو غيره ونذهب للطبيب ولأكثر من طبيب ونأخذ الدواء ونقول نشكرك يا رب على الدواء لما نأتي لهذه الناحية وكأنه عيب وكأنه عم نقول عن الشخص أنت مجنون يعني هالتعابير الفضيعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر